بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين المشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في آخر حلقات الأهلي في المونديال معلش يا جماعة أنا حقوم حقف حولوا كده يبوني ونواقف يجب أن أقف احتراماً لهذا الجيل من اللاعبين يجب أن نقف احتراماً جميعاً كجماهير كأعضاء كمحبين للنادي الأهلي بهذا الجيل كلنا بنحترم وبنبقى فخورين جداً جداً أو فخورين جداً جداً بهذا الجيل من اللاعبين فخورين جداً 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 بالجهاز الفني للنادي الأهلي فخورين جداً 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 بإقدارتنا فخورين جداً برئيسنا كابتن محمود الخطيب هذا الرجل اللي تحمل الكثير والكثير خلال الفترات طويلة جداً جداً الفترة اللي فاتت حاجات كتيرة جداً مش هنتكلم عنها ولكن في النهاية كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة النهاردة احنا بنقف لهم فخرا وعزة وحبا واحتراما وتحية في كل شيء ألف 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 مبروك لكل الأهلوية ألف ألف مبروك لكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ألف مبروك لجهاز فني رائع على أعلى مستوى ألف مبروك للاعبين هذا الجيل من اللاعبين يستحق كل التحية ويستحق أن احنا كلنا نقف لهذا الجيل من اللاعبين احتراما وحبا للي اتعامل خلال الأربع خمس سنوات اللي فاتت قبل كل دول جمهور رائع جمهور يستحق كل الاحترام جمهور بيقف يساند ويدعم فقط حتى لو كان هناك بعض الأخطاء اللي كل الناس اتكلمت عنها ولكن يظهر لي دائما جمهور النادي الأهلي هو السند والداعم الأول والرئيسي وهو الجمهور بيقف أمام الجميع جمهور الأهلي الكل كل من لا يشجع النادي الأهلي يخشى من هذا الجمهور ومن حب هذا الجمهور لفريقه ومن دعمه ومن مسندته لو لا دعم حضراتكم ومسندتكم ما كانت هذه الانجازات لو لا دعم ومسندت حضراتكم ما كانت هذه البطولات لو لا دعمه ومساندة حضراتكم ما كان النادي الأهلي يقف على منصات التتويج ولكن جمهوره جمهوره دا حماه جمهوره هو اللي بيقف في ظهره جمهوره هو اللي بيخليه يروح كل منصات التتويج تخيلوا حضراتكم تسع مرات النادي الأهلي متواجد في كأس العالم للأندية تسع مرات النادي الأهلي هو الممثل الوحيد مفيش حكم حتى بيمثل مصر في أي كأس عالم للأندية عندما تتكلم عن كأس العالم للأندية ستتكلم عن النادي الأهلي فقط عندما تتكلم عن كأس العالم للأندية في أفريقيا أو في مصر تحديدا هتتكلم عن النادي الأهلي هتتكلم عن أربع برونزيات أربع برونزيات تاريخية وعالمية النهاردة زعلنا بس إن إحنا كان ممكن جدا نوصل للمباراة النهائية ولكن في النهاية استطاع هذا الجيل من اللاعبين إن هو يفرحنا كلنا يبسطنا كلنا شكرا يا شناوي شكرا لكل اللاعبين شكرا يا كابت الخطيب شكرا لكل مجلس الإدارة شكرا يا مارسيل كولر ويا خالد يبيبو وشكرا لكل أعضاء الجهاز الفني والإداري لو أعرف أي حد من أسماء جماهير النادي الأهلي أقولهم اسم اسم لأنهم هم الأساس هم اللي بيوقفونا الوقفة اللي احنا وقفنها هم اللي بيخلونا نطلع ونتبسط ونبقى سعداء بكل حاجة نهاردة طول النهار الناس كلها قلقانة وطول النهار الناس كلها قاعدة ولكن ثقتنا الكبيرة جدا في هذا الجيل من اللاعبين خلتنا نبقى وقفين على رجلنا وعارفين ان احنا حنصل لمنصات التتويج عارفين ان احنا حنكسب التالت عارفين ان احنا ان شاء الله البرونزية التاريخية بعد هذا المجهود الرائع من أحلى كاسات العالم اللي اتعاملت انا بقول لحضرتك من أحلى كاسات العالم اللي اتعاملت للأندية سواء تنظيميا سواء فنيا من فريق النادي الأهلي يمكن اقارنها بألفين وخمسة او ألفين وستة تحديدا ولكن هذا الجيل من اللاعبين الامور صعبة جدا المباريات كثيرة جدا كل يوم الاجهاد اللي احنا بنتكلم عنه والله والله هؤلاء اللاعبين أبطال هؤلاء اللاعبين يستحقوا مننا كل التحية اقفوا في ظهرهم الفترة اللي جاية لانه الفترة اللي جاية عندنا اسبوع فيه ان شاء الله ربنا يكرمنا ونلعب يوم الاثنين او التلاتة ونكسب وبعد كده ان شاء الله نلعب المباراة النهائية ونستطيع ان نفوز بكاس السوبر وبعدها يكون عندنا راحة نستطيع او يعني اللاعبة اللي مش موجودة مع المنتخب مصر تستطيع ان هي تستريح بعد كده لانه هؤلاء اللاعبين يستحقوا كل التحية وكل التقدير